في طار تعزيز النقل البري بالسكك الحديدية وضمن مقرر إعادة تأهيلها أول رحلة عبر خط السكة الحديدية الثنية زيوز في الخامس عشر أبريل المقبل بعد قرابة ثلاث سنوات من إطلاق المشروع ثم التزام المؤسسة المكلفة بالأشغال بالمواعيد المحددة للتسليم واستعدادا لذلك تجري التجارب التي تسبق عملية تشغيله مشروع جندت له الدولة ستين مليار دينار تحت وصاية الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة إنجازات استثمارات في السكك الحديدية وكذا المؤسسات المكلفة بالأشغال ليرى مشروع تشغيل أول قطار للمسافرين على متن خطة زيوز الجزائر العاصمة مرورا ببومرداس النور بعد أسبوعين ويتضمن مشروع خط السكة الحديدية الثنية زيوز نحو ودعيس على امتداد خمسين كيلومتر تسع جسور واحد وعشرين جسرا للسكة الحديدية وأربعة أنفاق إلى جانب ست محطات على مستوى كل من سيمسطافا يستر برجمنايل والناصرية وتدميت وصولا إلى بوخالفة وتحصي ولاية تزيوز مشروعين اثنين للسكك الحديدية حاليا على مستوى الدراسة يتعلق الأمر بكل من الخط الذي يربط ذرع الميزان بدلس وتوسعات خط الثنية ودعيس نحو تامدى وتعزارة على مسافة خمس وعشرين كيلومتر ويحتوي هذا المشروع على سبع محولات سبع وثلاثين منشأة فنية منها واحد وعشرون جسر ونفقين لم يتم بعد بعث أشغالها لأسباب تتعلق بنزع الميكية